بالعهل القديم كسيس يعني مكتوب أنه الله اختار إبراهيم وأنه الله اختار شعب إسرائيل البعض بيعتقد أنه هذا تمييز عنصري طب مش يعني ألم يميز إبراهيم ألم يميز إسرائيل باختياره شو سبب وليه سدان كويس نشرح دي برضو عشان نكمل الأساس في الأرضية الأرضية لأنه برضو الناس بتظن أنه هو تمييز أنا بقول دايما للناس وأنا في الكنيسة وحد يسألني السؤال ده أقول إيه أرى لما الرب اختار إبراهيم أو إسحاء أو يعقوب من البداية قال له إيه في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض فالرب من البداية أنا بشبهها لما بكون في الكنيسة بقول لو أنا داخل ومعايا بنيدي كورس مثلا سمينار معنا 40 طالب جايب 40 ألم وأقول يا فلان خد وزع دول أنا ميزته ده أنا جايب العطية للكل التقدمة للكل ده اللي الرب قال له إبراهيم وإسحاء ويعقوب ولما أجي الخروج 19 من 3 ل 6 أنا أنا بعشق النص ده الرب بيقول للشعب كالآتي بالحرف أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النصور وجئت بكم إلي فالآن قال لهم إيه إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب ويحط جملة مهمة فإن لي كل الأرض يقول أشكرك يا رب فإن ليه بتغيب عن عيون الناس لما يقول فإن ليه كل الأرض يعني السعودية ليه وإيران ليه والعراق ليه اليمن ليه مصر ليه ما عنديش تمييز يقول لهم وأنتم أنتوا تكونوا إيه مملكة كهنة أم مقدسة طب إيه دور مملكة الكهنة أي لهوت يعرف الكهن لا يقام من أجل نفسه الكهن يقام علشان توصيل الرسالة الآخرية يخدم يعني يكهن يخدم بالضبط وبتعني كمان كلمة قنطرة يعني جسر اللي بيربط بالضبط بالضبط ونفس الكلمة دي تكونون ليه مملكة كهنة ألها لهم في إشعياء 43 أنتم شهودي يقول الراب أنتم شهودي مش هي هي أعمال واحد تمانية وتكونون ليه شهودا نعم إذن من صلب العهد الأديم قال لهم أنتم شهودي ولسه قايلين من شوية أرسل يونان إلى نينوة هي نينوة كانت من بني إسرائيل في صلب العهد الأديم شفنا رعوس المؤابية إزاي رعوس تدخل جوه شعب الله شفنا الرب بيوصي شعبه اهتمه بالغريب الغريب يا أساس نظار كان من حقه إذا عايز يمارس الفصح يمارس ولا يمارس والرب إداهم الحق ده بل كان عايزهم يحملوا النور عشان يصلوا لكل الأمم فأنا بقول تاني الرب لما اختار إبراهيم أو إسحاء أو يعقوب أو باقي الشعوب عشان يوصلوا نوره لكل الأمم هم اللي ما فيهموش وبحسب سفر التثني الله بيتكلم عن ليه اختار إسرائيل بقول مش لأنه أفضل أو أكتر من سائر الشعوب لكن الله اختاره من أجل محبته وعهده مع إبراهيم حتى يكونوا نور حتى يكونوا شهادة يكونوا إعلان اللي يوصلوا الكلمة بالزبط فبنقول تاني لكل مشاهد إن الرب اختارهم مش تمييز عنصري الله بيحب كل العالم وعايز يوصل لكل العالم واختارهم عشان يكونوا حملة النور اشتركوا في القناة